أسلوب التربية أسلوب واحد على جميع الأطفال وجميع الأبناء من الخطأ؟ أنا عندي صديق أخذ درس تربية وماجستير في التربية ودكتوراه في التربية عنده عشرة أولاد يقول ما طبقت عليهم ولا شيء من اللي درسته صممت حك كل ولد من أولادي نظرية جديدة في التربية يقول طبيعة الإنسان محمد قطب عنده كلمة حلوة يقول الإنسان مخلوق من طين من تراب والطين في الحر يتمدد وفي البرد ينكمش فالإنسان طبيعي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا في أخطاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا في معصية وهم خيروا الأجيال فهذا طبيعي أنا ما أتوقع من أولدي غلط أنا عندي قصة أشتهني في السعودية واحدة من البنات عملت تصرف خاطئ مع شاب الأبو هربت مع شاب الأبو هدت بالقتل المهم صار قدرا تدخلتنا في الموضوع فالبنت أرسلت لي إيميل قالت لي أنا ثقة تماما ما سويت ولا شيء وأنا مستعدة أرجع بيتنا بس أبوي بيقتلني المهم صار يعني اتجاه معين رح تكلمت الأبو بطريقة معينة فسألت سؤال قلت له أنت الحين بنتك هربت قال لي نعم قلت له عندنا احتمالين إما بنتك هربت وارتكبت يعني منكر أو ما ارتكبت منكر مع شاب قال لي نعم احنا ما ندري قلت له طيب أنا سألك سؤال أنت الحين حكمت عليها بالقتل صح أنت لا أنت قاضي ولا صاحب سلطة أنت أبو واللي نفد القتل مو الأب واللشان صار المجتمع كل فوضة صحيح كل أب بيقعد يقتل أعباش حقا أكو قضاة ليش فيه ولي أمر لا 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 يوجد داعي قال لي صحيح قلت له طيب أنا سألك سؤال ثاني أحين بنتك متزوجة ولا غير متزوجة قال لي غير متزوجة قلت له لو قدرا لو قدرا ارتكبت الفاحشة شنو حكمها في الشريعة عند الله شنو حكمها قال لي والله حكمها عند الله أنها تجلد قلت له وانت شنو حكمها عندك أنها تقتل كان يقول لي تقتل قلت له حين أيه أفضل حكمك ولا شرع الله صحيح قلت له أكيد شرع الله قلت له تسحب كلمتك هذه قال ها أسحبها قلتها طيب أنا بنتك رسلت لي إيميل أنا برسلك وخلي أخوانها وخواتها يتواصلون معها والله يجمعكم بالخير وبعدين أنت بتأدبها أدبها بس لا تأدبها بالقتل صحيح ما يحق لك أصلا لو تقتلها تسوي جريمتين أنت صحيح ما يحق لك فأنا أقول مرة ثانية العصبية مثل ما تفضلت فهي ربما النقطة الثالثة الثالثة إذا ندخل في العصبية العصبية قاعدة دمر بيوتنا اليوم أنا عارف واحد من الآباء يعني حقيقة موقف قصة مؤثرة جدا عنده ولد عمره ست سنين واشترى هذا الأب أثاث جديد في البيت يقول دافع عليه أربعة ألاف دينار عندنا في الكويت أربعة ألاف دينار كويتي يقول أنا غبت بحث الدوام رجعت الظهر ولا ولدي عمره ست سنين ما أخذ سكين وشقي وقعد يشقي بها الأثاث كله 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 يقول أنا صراحة انقهرت تو شاري توني شاري وما صار لي يوم عصبت ما تحملت ضربت وأخذت طلعت واحد من الخيوط اللي في الأثاث وربطت إيده الثنتين بالشكل هذا ومن عصبيتي يقول دخلت في الحمام وقفلت الباب أسمع يبكي 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 وأنا ساكت يقول يقول فجأة سكت استغربت فتحت باب الحمام وللولد طايع في الأرض يقول أخذت على طول رحت المستشفى حصى الطبيب شان يقول الحبل اللي أنت ربطت فيه جمد الدم الدم مقدر يمشي فهذا لا بد أن نقطع إيدين الثنتين عشان يعيش ولا ترى يموت لأن المزرق طايح خلاص فالأبو وافق الشاهد من القصة الولد بعد ما صحه من البنج ومن العملية وشاف ما عنده إيد ثنتين قال له يا يبو أنت ليش سويت فيني قال الأبو طبعا سكت قال له يا يبو أنت علشان شاري الأثاث بأربعة ألاف دينار طيب أنا لما أكبر أعطيك الأربعة ألاف بس رجع لي إيدي شاهد تصور فالعصبية حقيقة تدمر البيت ولذلك إذا ندير بالغضب وندير بالعصبية لا شك أننا مو قاعدين نحول الصعب إلى سهل قاعدين نحول الصعب إلى أصعب طب كيف تحكم بعصبية هذه وهذا طبعا ما بحث يعني مهم وجديد ويعني ومفيد يعني العصبية تكنيك إذا الواحد يبي يدير نفسها ويكون هادي ويكون حليم يحتاجنا لا شك أنه تربية ويحتاجنا تزكية نفس لكن اللي يتبادر للذهن مباشرة أول ما تبدأ جمرة الغضب النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا كان واقف يجلس وإذا كان جالس يستلقي أول ما تبدأ جمرة الغضب يروح على طول يتوضى لأنه الغضب من الشيطان والماء يطفئ هذا النار لأن الشيطان من النار الآن شوف ثبت علميا في علم النفس يقولون علماء النفس يقولون الإنسان لما يغضب يحتاج ثواني يغير حركة ولذلك هم عندهم تكنيك في الغرب شي يقولون يقولون لما الإنسان يعصب شون تعالج الغضب يعد يلا احسب واحد اثنين ثلاثة يقول وان تو تري فور فايف فلما تعد من واحد للعشرة أنت هدأ ينزل مستوى الغضب هم يقولون هذا لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا طريقة أفضل من هذا التكنيك أفضل بكثير وهو بالنتيجة أنه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون هناك مسافة ما بين الغضب وما بين اتخاذ القرار نعم ولهذا قال لا يقضي القاضي وهو غضبان لأن أي إنسان يتخذ أي قرار وقت الغضب قطعا يكون القرار ما هو سليم ولا هو حكيم مئة بالمئة صحيح هذا الغضب ثلاثة يا دكتور هذا رغم ثلاثة نعم كيف نحول الصعب إلى سهل إلى سهل طيب أما أربعة أربعة وهو حقيقة مسألة يعني أنا سميتها استغلال الأوقات البينية نعم يعني شنو استغلال الأوقات عندنا أوقات عند الوالدين أوقات صغيرة دقيقتين خمس دقائق عشر دقائق دقيقة ونص ما ربي فيها أولادنا وهذه أخطر الأوقات يعني مثلا أبو راكب معه ولده في السيارة والطريج زحمة أنتوا بالرياض ما شاء الله يعني زحمتكم زحمة والطريج زحمة تشوف الأب قاعد في السيارة يتأف أف والولد يتأف أف طيب خلينا نستفيد من هذا الوقت أننا تكون وسيلة تربوية للولد وسيلة تربوية للبنت نحن نطلعين طيب السيارة فرصة جالسين في السيارة نص ساعة صحيح أفتح أي موضوع إذا ولدي عمره 15 سنة أقول لك كيف أصدقائك منه رقم واحد من أصدقائك طيب ليش خليت هذا رقم واحد طيب ليش هذا أنت ما قربته ليش هذا أفتح مواضيع يعني أصير شوية مشاكس أفتح مواضيع لأن تفتيحة المواضيع تخليني أنا ألعب دور تربوي وتدخل قربة الأبن بالضبط لا و بعدين أصلا يكون متعة يكون متعة وتكون سعادة حديث أحسن ما أنا ساكت و هو ساكت أو أحيانا واقف عند إشارة حمرة أو ما أخذ بنتي أنا رايح الطبيب و ما أخذ الدور ما أخذ رقم طيب راح أتخلع الطبيب بعد ربع ساعة زي ربع ساعة ما ساوي يقعد أنا أقعد على الناس شذي يعني ما ساوي صحيح على الأقل أقعد مع بنتي أسولف معها شوي بموضوع بقصة تعالي يا بنتي أنا بقول لك اليوم قصة إبراهيم عليه السلام تعالفين قصتها تعالفين شون ألقوا في النار تعالي خنقول لك قصة مثلا أسولف معاها نعم ويمكن بعض الآباء والأمهات مع وجود الجوال عند البنات والأولاد يقولها طيب افتح لنا بالجوال لو سمعت افتحها لأنت سيدنا إبراهيم خلنا نقراها مع بعض صحيح زي فيستفيد من الوقت هذي يسمونها أوقات بينية أنا عندي صديق ابنة ابنة حفظ القرآن كله كله من أولى روضة إلى رابعة ثنوية كان يوصل المدرسة ويرجع ما شاء الله صور بس يوصل ولد المدرسة ويرجع من المدرسة خلال ستعاش سنة يقول لي ختم القرآن كله ما شاء الله وهذا الوقت لا يحسب الأحساب يعني لو تحسبها ممكن نص ساعة كلها رايح جاء أبدا فالأوقات البينية لو نحن فعلا نستثمرها وما نفوتها يعني في وحدة من المعارك في غزوة أحد أحد الصحابة ضرب صبعة فالصبعة طار كان يقول الصحابة حس يعني مثلا نقول أح نعم ألم يعني فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ما فوتها لأن هذا وقت حامي تبي تربي ربي بهالوقت صحيح فعلى طول النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو قلت بسم الله لك أنا أفضل شو ما فوتها فأنا أقول يعني إحنا مع عيالنا أنا ذاك اليوم سويت تجربة مع عيال أختي وعيال خالاتي راكبين بسيارة لأن أقول لهم يلا كل واحد يفتح تلفون الجوال ويقول لنا يعني رسالة من الرسائل اللي وصلتها حلو برنامج مدة ربع ساعة لين ما نوصل لين ما نوصل طبعا كل واحد قام يقول رسالة بيني وبينك شيء بسيارة بيني وبينك لا أدري ما نرى بسيارة بيني وبينك طبعا هناك بعض الرسائل وصلتهم بعنوان حكم ممتساس فقاعد هو يذكر الحكمة واحدة من الحكم تدري ما هي أنه خذ الدنيا كلها لعب أحسن لك طبعا أنا سكت بيني وبينك ما أحبيت طبعا ومشيت مشيت 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 بعدين أنا أقول لهم ما رأيكم هناك جملة مرت علينا كانها ما هي صحيحة فأنا أقول فرصة يعني الجوال نفسه في مادة لو استثمرناها فاستثمار الأوقات بينية لا شك أنه مؤثير نعم حين شاء الله سنستكمل حديث دكتور ولكن نأخذ الاتصال من الأخت معبد الرحمن حكرا أخوة معبد الرحمن أهلا بسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بسلام خير بسلام نور فضرب سؤالك أخوة معبد الرحمن لو سمحت عندي سؤال للدكتور جاسن فضرب أنا أم الخمسة أطفال الطفل الخامس بيجي إن شاء الله بطري بس أنا عاني من العصبية وكثيرة الدعاء عليهم ما عندي تحكم يعني بعصابي نعم وبالدراسة يعني استخدم طلوب العقاب طيب سمع لجاب إن شاء الله سمع لجاب أم عبد الرحمن شكرا لك معنا أيضا لأخت أم إبراهيم سلام عليكم حياة كلا تفضل أخت أم إبراهيم لو سمحت أبغى بس أسأل الدكتور عن نقطتين تفضل يعني لما يكون ربي من طرف واحد يعني ما في اتفاق بين الأم والأب كيف أقدر لها النقطة هذه أتجاوزها النقطة الثانية أنا أم فصلة فإذا جوني أطفالي أحس طول الوقت طلبات 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 أنا المتنفذ فكيف ما أكثرهم وأعطيهم طلباتهم في نفس الوقت ما أعودهم على الأمانية وحب النفس يعني إحنا الآن قاعدين نعاني أنه في أمهات يضحون 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 في الأخير يكونون كذا أساءوا لأبنائهم أنهم أعودهم على الأمانية أنا ما أغلطها الغلطة هذه في نفس الوقت ما بأحرمهم كيف أوفق بين هالنقطتين سمع الإجابة إن شاء الله أم إبراهيم وشكرا لك دكتور جاسم طبعا عبد الرحمن أم لخمسة أطفال وتعاني من العصبية وتكثر الدعاء عليه على الأطفال والله يعني شوف هذه من النقاط اللي في غاية الأهمية إذا أم عبد الرحمن من النوع اللي تدخل على الفيسبوك و على الأنترنت يعني أنا أقترح عليها حقيقة لو سألت هذا السؤال رح تأتيها إجابات كثيرة وتستفيد من الإجابات أو ممكن تدخل على صفحتنا لو حبّت أنا عندي مادة كاملة حقيقة في كيفية التعامل مع عصبية الإنسان وقت التربية مبتس وهذا مبحث حقيقة في غاية الأهمية لكن غير الإجابات اللي احنا علقنا عليها من شوي أهم نقطة عندنا حقيقة أنها تتخذ قرار أن تغير مسارها تغير طريقة التعامل لازم تتخذ قرار يعني ما ينفع تقول أنا أتمنى 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 وهي قاعدة تمارس العصبية يعني بهالحالة ما رح تتغير مع عبد الرحمن أبدا تتخذ قرار من اليوم أني أنا أقلل من العصبية طبعا نمنع العصبية صعب جدا وعلى فكرة العصبية في جانب منها محمود يعني نحن شجعة بس في مواقف معين فالعصبية ليست كلها خطأ لكن الخطأ أنها تستخدم في مكان خطأ وتؤدي للدعاء لأطفال بالضبط هذا واحد اثنين إذا عندها واحد من أولادها الخمسة كبار يعني كبير في السن خلت استعيم فيه بالتربية هذا مو غلط ممتاز وبالعكس نعزز من دور الأخي الكبير أو الأخت الكبيرة نتحمل مسؤولية تحمل مسؤولية ومنها هي تخف العب عليها ثلاثة قد تكون عصبيتها من كثرة الضغوط عليها يمكن هذه عبد الرحمن موظفة وعندها التزامات ويمكن عندها أحد من العائلة مريض وعندها واجبات وعندها خمسة أولاد وعندها اهتمامات فهذه كلها ضغوطات تخلي الإنسان متوتر صحيح تخليه عصبي تخليه تعيد برمجة حياتها